مرحبا معكم زينب العلوان اليوم احنا هايين بتيكات دبي رح نشتغل مع ماركات ماكس فاكتر وماركات عالمية أنا اليوم موايد نس انا من تحماسه يدينا شركة كوتي شركه الاصط وتحديدا الي في دبائي ويديه هم اغلب الماركات العالمية من ضمنهم مكس فاكتر مغانش شك journalists مرغانشش هاي إيجا كوتي الش để kings أحبانا أزامنا في الحياة بوتيك أمدناء نبيط يوجده أحداً أحداً في المنطقة أقلنا بأسفالينا عن بورzois, مرميل والمقصف disponible معهم جدد من منزول توقفوشيات توقفوشيات أقلنا بأسفالي واحداً أسفالي بعضاً المدين من gentهنى باحةن لنجمع تحقيق محاولين معه في المنطقة المنطقة جدد من المنطقة المترجم وحاول على مستمر نجمع تابعاً معنا على وضعها أيضاً ومعنا بعض التحريف على ما تساعد ذلك مهلاً، نعم باوتيكات اليومين على كوتي شرق الأوسط لتعرف على مركة Maxfactor معنا ماغي مهلاً، منام ماغي الله، أنا مرايه الأرشاني، وأنا مالسة لكي تشعر في باوتيكات ومعنا مع مجدداً لأشعر الناس في المنزل المشاركة والمجدد منذ المجدد منذ المعيشات تبعوامي ماذا تعرف عنها ستبعك وكذا تبعت أمينه بك أنا أعرف أن Max Factor يسمطر أمين أتابعنا تتابع معكم تعرفنا ماذا تعرف؟ Max Factor مصادر في هذه الحلوسة في المنين السنديين وقد كانوا يطبعون أشياء التفتيارات الإمتعالari في صوتراً كانوا يطبعوا جهدوك لوجه في المكفل بيانة وفي المجلس في عذب الس bye إذا يمتلك هكذا الفيديان في عام الأ 감 وخشفي الكثير من المت similarities ولقد افهلا إذا بنتقل أحسنت احسنت جدوق وتجد كثير Eve أيضًا أريد وريد السبب إذن أن نسمي عائليها مان Scientists لذلك نريد مرارك نظرول المحلطة الغربية تصييرا أحب العمل لم تكن تدعينين هذا الفيديو الشركات الآن تتنظر علينا الكثير من الاتجاه بمعذه التالي في م Alی joined Boutiquecat بالجمال بالجمال، نبات الكثير من اسم التالي لكن بالنسبة لي لتعPEد وفعل زندغان الثانيات المتخدمات الموجودية شكرا لك أيضا من أنتم بمعذه التالي شكرا لك أيضا أنتم بمعذه التالي وشكرا لبوتيكات التي تشتركنا اليوم مروة أهلين مروة أهلين حبيبتي تسلمي على صدقتي في بوتيكات دبي اليوم كيف يومك؟ يومي يعني أبتدي مشغولة يعني أصورت شدي فإذا أبي أطلع في الكاميرا أبي السكني يكون محلو يكون ميكب خفيف مثلا هاي الكنتور بالت يعني هاي الكنتور بالت فيها كل الألوان اللي تبغيها أنك سوي كمبليت لوك لوك كامل بخمسة دقائي بيكون يخلصي الميكب بس لو أبي يعني عندي ميتين وأبي أغير اللوك كامل شون ممكن أن أنا أغيره؟ عندك الفاونديشن في السفينيتي الحلو فيه إنه شو؟ عندك إياه كرايمر كنسيلر وفاونديشن بس حطي الفاونديشن ليير واحدة يعطيك الفول كفوريج فحولناها من نهاري لمسائي اكذاكي عندك الهايلايتر الإلوميناتر لازم أوريك إياه رح يعجبك مرة أنا موالي أحب الهايلايت يعطيك إضاءة جربين يعطيك إضاءة مرة روعة يمضي أوكي فيه طريقتين خلينا أقولك على طريقتين واحدة إما تمكسيها مع الفاونديشن يخلي الفاونديشن دوي بالطريقة الثانية نكتخطي فوق الفاونديشن أوكي مناطق الإضاءة أوكي حلو وماذا لو ممكن أن أطفي بس مناطق تيزار؟ أوه عندنا اللوس باودر ترانسلوسين اللوس باودر مرة روعة هاي هو اللوس باودر؟ هاي هي اللوس باودر إذا فتحتيها ما إلها لون تحطيها تحت العين ثبتي فيها تعرفي البايكينج تكنيك البايكينج تكنيك مناطق اللي نبي نطفيها وننورها تمام أيوه بس إذا كان يوم طويل ومع الإضاءات والتصوير وتعرفين جونة حال الشو ممكن نسوي ريتوتش أو نثبت الزيادة طريقة اللي تسويها جيبي أي فرشة طبعة عيون حطيها بالفيس باودر بعد ما تنشفي زيوت الزيادة بالتشم حطي فيها وبعدين وين الأماكن؟ تسوي فيها حركة دائرية خلصنا الحين من الوي خلصنا من البيس قامل بس أنا ساعات أطلع الصبح وأطلع مكان تحسيني إذا الصبح حطيتي شيء في دير بيكون أوفر بيكون أوفر مسبوط نحط يدوه بالكونتور حق العين مع شوية لمعة حق بس الصبح بس هذا ما ينفع حق في الليل لأنه مع التصوير والإضاءة ببين أنه ما في شيء ما مرحبين على الكاميرا إذا كلي العين ما بتكون بارزة أكثر مصبوط فشو ممكن إحنا نكثر بس بعد تكون العين هاد أو بارزة أي شارو فالس اللي عندنا ماستور بيس نود أي شاروز هاي الكابتشينو وهي مرة مناسبة أنك تبدأ فيها من الصباح لم بالليل لأنه فيها سموكي كولرز كمان تأخذي هذا اللون بحق فور شاية فلافي تسحبيها وتسوي كونتور للعين اللون مرة هادئ وعلى العين بس بيعطي أنه العين مفتوحة بصحصحة بحق درجات الفاتحة أيوة تحت الحاجب تحت الحاجب أيوة بتوزيها كامل على تحت الحاجب اللون اللي خدتها دمش لونين اللي هو المات مع شوية ستن أيوة وما دماء العين أول شي بنروح بالتدريج بناخذهم الفاتح نخذ المصبوط نركز هني نحن نضغط على الآخر أو الزاوية اللي برا وبعدين نتوسعيها طبعا الحين نحط اللمعة توقع أنه بيكون كمان أحلى طبعا كيف فجأة فتح عينك نحط شوين تحت شوين ايوة بس شي بسيط ايوة طبعا لك ما تصبوط بضو مسكرة أكيد أكيد فعندنا مسكرة دارك ماجيك من ماكس فاكتر حتي المسكرة لأنه شعراتها غير شعرات اللي هو تتعرف الشعر والماكس الأيام ها يمور ساليكن وطريق التوزيع هي أنه تعطيكي فوليوم أكيد بتعطيكي فوليوم واللنث ثم وأيش طول الرموج كمان شفتي كيف غيرت المش الصوت السود أيش فاضل الشفايف الروج ايوه هذه عندي مشكلة معك ايش طاير انه ما يثبت لين ابي اطلعت شي يوم كامل لازم احتاج احط اللبسك الثابت اللي يطول ايه المات عندي الحل حقك هو اللب فينتي فيلفت مات حتى من اسمه فيلفت مات يكون رطب فيه مستريزر فيه مرتب كمان يطول معك لين 24 ساعة حلو تبي جربي اي نجرب ها نذهب حتى الليب لينر بيكون الكريمي تحتو يثبتو اكثر سهل اصلا ترسمي ايجاكلي جربي الليكويد اي احطي الكلر ايجاكلي بيناسب كل البشرات اخترت هاللون حلو تحطيه بالسنتر من جوه احطه من جوه يخلي شفايف كان شوي مقلوبة صح بيناسبو النور اتعلميه وبعدين وزعي هذا اللون المارونش ما رح تقدري تكملي اليوم من اول و الاخر بدون مثبت عندك الحين لازتنج لازتنج سبري هذا بتحطي اذا حطيتي مثلا الباودر وبدأ يبين شوية باودر لوك على وجهك حطي سبري اللي سبريت تبعه طاليك سلايك زي الهواء تنزل بالراحة مش انه هي تطلالك بولكس انه جزيقات كبيرة بيكون ناعم على البشرة فما تحطيه على الباودر بيناعم بيخلي الباودر تندمج لماذا تندمج مع البشرة الميزة فيه ليش هو مرطب نفس الوكلي انه فيه خيار الخيار معروف بايش الترطيب انه نسبة الموية اللي فيها كاف عالية جدا فهذا بتستخدميه قبل الميكوب وبعد الميكوب وبعد الميكوب كيف تجدها تحطيه بخي بلاس وبعدين اكس أوك شوفي قداش ناعم بارد وريحته ممرة حلوة ريحته خيار اكشني عجبك الموضوع هاي اللوك اللي سويناه كامل حب اشكر شركة ماكس فاكتر ومروا على تواجدهم معنا هنا في بيتيكات دبي شكرا مع زينب على صدفاتنا اليوم مر امبسطت بوجودي معاكم ومبسطت باللوك اللي سويناها حبيبتي مثل ما عودكم وحب ايب لكم الاشياء اللي سوي ترندي فمعظم الاشياء اللي اخترتهم نزلتهم لكم عندي في البوتيك شكرا 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 شكرا